أقيم احتفال فني وخطابي كبير في العاصمة المؤقتة عدن بمناسبة الذكرى الثالثة لإعلان التحالف العربي انطلاق عمليات عاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية السعودية والتي حققت أهدافها عبر إنهاء الهيمنة على الجنوب اليمني وطرد الحوثيين من أجزاء واسعة من هذه المناطق وشارك في الاحتفال عدد كبير من المسؤولين السياسيين والقادة العسكريين فضلا عن مئات المواطنين بمرور الذكرى الثالثة لإنطلاق عاصفة الحزم التي جاءت بقرار تاريخي شجاع من ملك الحزم والعزم الملك سلمان بن عبد العزيز وتلبية لنداء الشعب اليمني وبطلب من فقامة الرئيس عبد الربا منصور هادي عاصفة الحزم كانت بمثابة ولادة جديدة للعرب والمسلمين بشكل عام لبتر يد إيران في المنطقة العربية وعادت شموك وعزة أبناء القنوب بدرجة أساسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر